موسيقى حياكم الله من كان يعتاش على الأزمات بين بغداد و أربيل لا يؤمنوا بحقيقة الوصول إلى حلول جذرية وحلحلة للمشاكل بالجلوس على نفس الطاولة التي أنجبت الحكومة فالرواتب حق الموظفين سواء كانوا في الجنوب أو في الشمال ولا مناصع صرفها شرط أن لا تصطدم بالعوائق القانونية أو الاتفاقات السياسية وما بين عاصمة المركز والأقليم توطين يبحث عن المصارف التي تؤمن مستقبله بعيداً عن التأخير أو الاتخاب فهل سنشهد مرحلة جديدة تذوب فيها الخلافات في الاتفاقات السياسية أم أن كلام السياسة لا يخرج من الغرفي إلى الواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بخصوص قضايا جوهرية تخص الإقليم أم أنها كانت قضايا جوهرية تخص علاقة المركز بالإقليم أنا أعتقد أنه الموضوع هو يؤخذ بسلة واحدة تأثير القرار السياسي ما بين بغداد وأربيل هو جزء مهم من الخلافات السياسية ما بين السليمانية وأربيل إذن أصد المشكلة هو يرجع إلى المساومات السياسية وإحدى هذه المشاكل بعد عام 2014 أصبحت الهوة والفجوة عميقة عندما دخلت حكومة بغداد وأصبحت لها سيطرة واضحة على كركوك هذه هي جزء من الأشياء التي هي أصابت البيت الكردي بحالة من التشردم والانقسام بعد أن كان يذهب فيه مرات ماضية أو بعد عام 2003 إلى مبدأ التحالفات الإضطرارية مع بغداد في حين تجد في هذه الموضوع تحالفات الإضطرارية لربما تحالفات استراتيجية وعيدة المدى لا يوجد هناك في لغة الفقه السياسي في العراق وفي العملية السياسية شيء اسمه التحالفات الإستراتيجية هناك تحالفات مؤقتة مبنية على المصالح المشتركة تنتفي الحاجة لها عندما تختلف المصالح لذلك تجدين ما بين الفينة والأخرى تجدين أنه الأطراف السياسية جميعا هي تذهب إلى لعبة تبادل الأدوار تجدين اليوم أمس كان هناك تحالف طولي وتحالف أفقي اليوم اختلف الموضوع في نهاية المطاف سيكون هناك بلا شك قناعة حقيقية للخروج من شرنقة الإنعزال السياسي وبالتالي سيكون هناك توافقات على غرار ما جاءت بها العملية السياسية هناك مباحثات وحوارات مثمرة بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية لكن شن الفايدة؟ عادة ما تكون هالشيء وبعدين كل الأمور تدمر لذلك أنا ذكرت قبل قليل لا توجد إذن تحالفات استراتيجية هذه المرة مختلفة لا لا هذه المرة هي حالها حال بقية المرات السابقة الكرد فيما مضى كان لهم قرار موحد عندما تقتضي المصلحة القومية بالذهاب إلى بغداد بقرار سياسي واحد كانوا يتناسون الخلافات ويذهبون إلى هذه التحالفات من أجل نيل المصالح المشتركة للطرفين فكانوا فيما سبقهم بيضة القبان أما اليوم الأمر مختلف تماما ولم يعد يوجد هناك ثقة ما بين الطرفين لكن أنا بقرارة نفسي أعتقد أنه قوة المركز هي من قوة الإقليم وقوة الإقليم من قوة المركز على أن يكون هناك تنفيذ للاتزامات والاتفاقات المبرمة ما بين الطرفين مضحات الفكرة دكتور ريبين حياك الله من جديد إذن المشكلة مشكلة داخل البيت الكردي اليوم البيت الكردي مدمر سياسيا لذلك تمعتكم جبهة قرار موحدة تتفاوضون بها مع بغداد وهذه ربما هي جزء من المشكلة اليوم أكو توافق بين اليكتي والبارتي للتفاوض مع بغداد كجيهة موحدة ورصينة ورسمية لهش لون طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم المحترم وكافة المشاهدين وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله عميد الرمضان مسبقا بالصحة والعافية على الجميع مسألة هذه النظرة للمشهد السياسي يجب أن لا ننسى بأن الذي عقد المشهد السياسي في العراق برمتها وفي قليل كردستان أيضا هي مسألة تكوين المجتمع العراقي بشكل عام يتكون من ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل بالمكون الشيعي والسني والكردي وفي داخل البيت للمكونات الثلاثة الرئيسية يوجد ازدواجية متضادة متلازمة مع بعض فشاهدنا في العمليات والقرارات السابقة الجوهرية بالنسبة للكرد توجد الاتحاد الوطني والديمقراطة الكردستانية وتوجد في البيت الشيعي التيار الصدي وتيار الإطار التنسيقي جماعة الإخوة للإطار التنسيقي يوجد في البيت السني تحالف العزم كانت والسيادة فهذه الازدواجية المتضادة بين ثلاثة مكونات رئيسية للعراق أصلح المشهد وإصدار القرارات ووصول إلى توافقات مسألة صعبة نوعا ما والدستور باعتباره الآلية التي رسمت لهذا النظام السياسي الجديد الانتمثلت بالفيدرالية لم ينفذ حتى نشهد استقرارا وحتى نشهد مرجعية عالية للمكونات السلاثة دكتور الذي في كل مكون مصلحتين متضادتين نعم دكتور ولكن القرار الواحد في إقليم كردستان اليوم غير موحد يعني اليوم إقليم كردستان إقليم المفهوض يكون مستقل سياسيا لكن بالتوافق مع الحكومة الاتحادية حسب الاتفاقات الدستورية إليك هذا المنصب وإليه هذا المنصب لكن ما نشوفه اليوم مختلف تماما اليوم أكو مشاكل جذرية وحقيقية مع الحكومة الاتحادية منو يتحمل مسؤوليتها؟ عدم تنفيذ الدستور أدد إلى هذه النتائج أستاذة فرح فإذا نشهد حتى في البيت الشيعي الآن نصف إرادة البيت الشيعي المتمثلة بسماعة سيد الصدر ب74 نائب لم يشارك ولم يساهم في هذه الحكومة يعني إذا أخذنا بنظر الاعتبار الاختلافات الجوهرية إذا كان يقلب كنوسان على مصالح قوت المواطنين واستحقاقاته المالية لم يتفق البيت الشيعي في مسائل جوهرية وجذرية لم يتفق والبيت السني لحد الآن رئاسة البرلمان لم يشغله أي شخص وهذا يدل على عدم الاتفاق أيضا في البيت السني كان هناك هذا التوافق الذي يطالب البيت الكردي موجودا في البيت الشيعي والسني أيضا كان رئاسة الفرلمانية بسرعة وكان نصف إرادة الكتلة الصدرية لم يكنوا بالبيت في هذه الدولة الفرلمانية يعني أنت تقصد أن المشاكل موجودة في جميع البيوتات السياسية لكن سؤالي ما يحدث اليوم اليكتي والبارتي دخلوا كجيهة موحدة للتفاوض مع بغداد لا لا وباختصار لا لا شاهدنا سيد بابل طالباني تحدث بالرؤية مختلفة عن المجهود الذي تمت وأيضا هذه المشاكل بمعظمها تعرض لها الأقليم كل سنة بسبب رفع الدعوة كما تصدل ضعيفك الكريم أنتصق مع جوابه إذا لم يحرك الاتحاد الوطني وسيد بابل طالباني دعاوي أمام المحكمة الاتحادية كما أشار قبل ساعة من مجيئنا إلى قناتكم الموقر سيد الرئيس المحكمة الاتحادية عند اجتماعه مع ممثلة الأمم المتحدة أصرح بأنه إقليم كردستان إقليم مشروع وتتميز بيئة المشروعية كولاية وكإقليم فدرالي بموجه المادة 117 من الدستور العراقي ونحن كمحكمة لا نصدر قرار إلا عند رفع دعوة أمامنا ومضطرين ومجبورين نقوم بإصدار القرار عندما يحرك دعوة أمامنا وطلب من الممثلة الأمم المتحدة بأن يحلوا مسألة الانتخابات في إقليم كردستان باعتبارهم جهة كوساطة ودو تأثير في العراق وإقليم كردستان وفعلا مساعد ممثلة الأمم المتحدة كانت اليوم في اجتماع مطول مع الديمقراطي الكردستاني وبحثوا وحلحلوا الملاحظات الجوهرية لديمقراطي الكردستاني في أربيل حول موضوع الانتخابات الموزمية الإجرائية واشرحوا زيران القادم سيد أمر قلت قوة المركز من قوة الأقليم والعكس صحيح اليوم السيد السوداني يمتلك مفاتيح الحل لهذه الخلافات العالقة والشائكة منذ سروات يعني ربما السيد السوداني ليس في بيديه عصاموسة لكي يقول كن فيكون هذا غير منطقي لكن هناك جزئية هي جزئية دعم الكتل السياسية للسيد السوداني من أجل الذهاب لمبادرات حقيقية لرأب الصدع ما بين السليمانية وأربيل وأنا باعتقادي هناك خطر كبير ربما سوف يكون في المستقبل إذا استمر الإنشطار الحقيقي للقرار السياسي في الإقليم وربما لا سمح الله لن يكون هناك شيء في المستقبل اسمه إقليم كردستان سوف يرجع للتفتت إذا ما عصفت المشاكل السياسية في داخل البيت الكردي وبنهاية المطاف سوف يخسر جميع المنجزات التي تحققت منذ عام 1929 لكن دكتور ريبيل رد على حضرتك بهذه النقطة بالتحديد قلت كل البيوتات السياسية الشيعية والسنية لديها مشاكل المشاكل هي موجودة والكل يقر ويعترف بها على أرض الواقع لكن هي تختلف باختلاف عمق الأحداث السياسية وعمق المساومات إذا رجعنا وأخذنا توصيف حقيقي لما يجري في البيت السني على سبيل المثال قبل ذهاب السيد الحلبوسي عن المشهد السياسي أو عن نجس النواب هو يختلف عن ما بعده هناك معادلة جديدة معادلة صراع الطيف السياسي السني هناك ما زالت قيادات من الحرس القديم هي تؤمن إيمانا جذريا بضرورة توحيد الخطاب السياسي مع جميع القوى الموجودة على الأرض لكن لا تمتلك الأدوات ما أشار إليه الشيخ خميس الخنجر قبل أيام في لقاءه على أحد القنوات كان هو حقيقة يصب بمصلحة الجميع ومسألة أن يوجد هناك توازن مع كل القوى السياسية هو أمر ضروري للغاية وما تفضل به السيد عمار الحكيم في الكثير من الأماكن والأحداث وبقية الرموز السياسية هو أمر دقيق جدا إذن نحن نحتاج إلى إعادة الثقة ما بين الجميع لكي يكون مبدأ المحاصص الطائفي وهو غار خارج هذا الموضوع هذه النقطة كلها صعبة إحنا والله المواطن العراقي احتار يسمع الخطابات السياسية بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية الجماعة يقولون يجب الالتزام بالدستور الحكومة الاتحادية يقولون يجب الالتزام بالدستور لما هو الدستور منبع التشريعات اليوم أكู้ جهة تلتزم لو أك detectors تقفز على الدستور العراقي ومن هي السيد عمل يعني أنا كمختص في القانون يعني هناك عدة دساتير هناك دساتير جامدة وهناك دساتير مرنة وهناك دساتير مدونة وهناك دساتير عرفية الدستور العراقي الدستور هو دستور جامد لا يحتمل أي تعديل إلا بتوافق سياسي حقيقي ما بين جميع الأطراف المشاركة تحت لواء العملية السياسية وموضوع أي تعديل يؤخذ بنظر الاعتبار سوف يثير حفيظة الكثير من الأطراف وسوف لا يناسب بالأخص البيت الكردي لأن التعديل فيه سوف يؤدي إلى خسارة بالمكتسبات التي وضعت بعد عام 2003 ولكن الأكراد شكي شريك رئيسي في العملية السياسية غير تضمنون كقادة سياسيين كرجال دولة يضمنون حسب التوافقات السياسية رضا الأكراد قبل التعديل في هذه القوانين؟ يعني هو الموضوع لا يؤخذ بها كذا طريقة إذا رجعنا بفلاشباك إلى الوراء سنجد بأن الدستور لم ينص على المحاصصة الطائفية وإنما هي بدعة وعرف سياسي أصبح كما أصبح منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء للشيعة ومنصب رئيس النواب للسنة وإلى آخرين لم يكن بهذه الطريقة أنا أتحدث لك شيء عن أرض الواقع اليوم الدستور ما يمشون به يمشون بالاتفاقات السياسية حتى إذا رادوا يعدلون قانون واحد يجب أن كلهم يجتمعون ويوافقون أو ما يوافقون ورح نرجع لنقطة السلة الواحدة مرر لي هذا القانون ومر لك هذا القانون الحل هو في طريقين أما مغادرة المحاصصة المكوناتية المقيتة التي جاءت بعد عام 2003 والذهاب إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي أو أن نذهب إلى بناء دولة مؤسسات وتطبيق الدستور من خلال اتفاقات السياسية والالتزامات التي أبرمت ما بين بغداد وأربيل وأن يكون هناك احترافية حقيقية بتنفيذ جميع مواثيق الشرف التي تم التوقيع عليها بعد عام 2003 اليوم أنت عندك دستور ليش تحتاج ميثاق شرف ممكن ينفذ هذا الطرف أو ما ينفذ ذاك الطرف نعم الدستور اليوم ما زال معطل للأسف الشديد هناك كثير من القضايا التي نحن بأمس الحاجة لأن الدستور يأخذ مساره باتجاهها الدستور اليوم هو الفيصل باتخاذ القرار والمحكمة الاتحادية هي الجهة القضائية التي بإمكانها أن تفصل ما بين القرارات الصارمة والقرارات الجريئة من القرارات التي فيها نوع من التماني نعم إذن دكتور ريبين اليوم الدستور هو السائد لالاتفاقات السياسية هي السائدة من وجهة نظرك وشون نقدر نصل إلى حل وسط بين هاتين المعادلتين بصراحة الاتنين ما يمشي يعني في العراق لا الدستور ماشي ولا الاتفاقيات ماشية لأنه إذا نظرنا إلى الدستور لماذا المكون الكردي يركز على مسألة الدستور لأن الدستور لحظة التصويت للدستور يقفل لحظة تجميد المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأي مكون سياسي وهذه اللحظة لتجميدها لتجميد هذه المصالح الثلاثة الذي يبني بمجبهة أي تجمع سياسي وأي افتطان بشري سوف ينقذنا المواقف والقرارات من تجاذبات ومن كر وفر وتغيير التوازنات القوى الذي يمشي في العراق هي توازن القوى أو منطق القوى لكن دكتور ريبين الحكومة الاتحادية أيضا تنادي بالدستور وتطبيق الدستور وتقول أن أقليم كردستان بعيد تماما عن الدستور العراقي بالنسبة لمطالب أقليم كردستان واضحة يعني لم يتجاوز الصقوفات الدستورية منذ تصويتنا على الدستور العراقي مع الأسف في العراق عندما تم إجالة النظام السياسي السابق لم يحل محلها أي نظام سياسي آخر فنحن عندما نقول لم يتم تنفيذ الدستور يعني لم يتم تنفيذ النظام الفيدرالي فعند إزالة النظام الباعد الآن نحن في نظام الأحزاب يعني الأحزاب السياسية هي الحاكمة وبالتالي الحزب في أقصى جنوب إلى أقصى الشمال يتحكمه منطق القوة فلذلك نشهد بأن الاتفاقيات أيضا عندما يتم الاتفاقيات لم ينفذوها والجهة القوية غالبا تكون المركز يعني في عدة مناسبات يتم خرق وعدم تنفيذ التعهدات فعند بداية إنشاء أي تكابينة وزارية حكومة إقليم كردستان يشارك في كابينة وزارية ولم يتم تنفيذ التعهدات والقرارات التي تم بمجبها بناء هذه الكابينة الوزارية على سبيل المثال السيد السوداني هذه الكابينة الأخيرة لماذا كان ديمقراطي الكردستاني لديه وجهة نظر ولديه اعتراضات على القرارات الأخيرة لأن العراق لم يتحول إلى الفيدرالية بصراحة لحد الأن السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لعد ليش أنتم جزء منها دكتور ريبين ليش الأكراد جزء منها وأتحدث عنكم أنتم خاصة الباردي ليش إذا أنتم موافقين على كل هذا وتقولون أنه هو مو دستوري ولأنه الفيدرالية ما تطفق ليش أنتم جزء من هذه العملية مع ونسحبت مثلة ممثل الديمقراطي الكردستاني يعني ممثلا بالقاضي عبد الرحمن زباري شهدنا كلنا في الأسابيع الماضية القليلة انسحب من السلطة القضائية انسحب من المحكمة الاتحادية كل هذا معلوم حتى استثمر الوقت ويحضر تلك دكتور ريبين لأن اختصاصاتها بس لو سمحت أستاذ فرح السلطات الثلاثة ممكن أثبت لجنابك الكريمة بأنها غير فيدرالية المشكلة عند إزالة النظام مثل ما تطرقنا واشرنا إليها لم يحل محلها النظام فيدرالي سلطة تشريعية يجب أن يكون بمجرى المادة 65 أن يكون متكون من المجلسين لتشريع القوانين هذا بكل أرضي مالفدرالية هكذا دكتور ريبين هس المشكلة صارت وما حدث قد حدث خلال كل هذه السنوات اليوم أكو فرصة حل أكو فرصة توافق بين الطرفين وكل الموظفين رح تأثر هذه المواضيع على رواتبهم لو الموظف يقليم كردسان رح يأخذ راتبه بكل سهولة ويسر المشكلة نحن نتحدث عن نتائج المشاكل ولا نتحدث عن أسباب الرئيسية للمشاكل لذلك لا يتم الحلول لم نصل إلى الحلول جميع الخلوات الفضائية والشاشات الفضائية وجميع المساهدين الكرام الآن حاضرين هذا الحوار يحسون بأنه نحن نتحدث عن نتائج المشاكل ولا أحد يشير إلى الأسباب الحقيقية والرئيسية والجوهرية لأهدي المشاكل فعدم تنفيذ الدستور وعدم تحويل العراق إلى فيدرالية وعدم موجود توازن في ممارسة السلطات الحقيقية يطالب من إقليم كروسان أن يكون فيدراليا وإنك بنفسك لم تتحول إلى سلطة فيدرالية لحد الآن منذ 2005 لحد هذا اليوم تسعطان مرة ولم تتحول نظامك إلى فيدرالي فبأي حق تطالب من إقليم كروسان أن ينفذ جميع بحذافيرها جميع الالتزامات الفيدرالية علما بأنه أنت لم تقم بتنفيذ المادة 140 حسبين حتى أفهم نقطة مهمة من جنابك 31-12-2007 كان آخر يوم لتنفيذ المادة 140 والالتزام تقع على حتى أفهم نقطة مهمة من جنابك لم يتقم بها اليوم هذه اللقاءات وهذه الحوارات لتسليط الضوء على المشاكل ثم إيجاد الحلول ولا لقيته حل مشترك الآن إنها حلول نتصور بأنها مرحلية بصراحة سيد السوداني من المزمع بأن يسافر إلى واشنطن في 15 أربعة ويعني يتطلب هذا السفر بأن يكون بمباركة إقليم كردوسان لأنه شهدنا بوزارة الخارجية الأمريكية صرحوا بأنه سيد السوداني يفترض بأن يحل ويصفر مشاكله مع إقليم كردوسان قبل أن يتوجه إلى واشنطن في 15 أربعة فنحن الآن في مرحلة استثمار تواجد سيد رئيس الإقليم من قبل الإخوان في الإطار التنسيقي الذي أجلوا اجتماعي هذا مرتين كان من المزمع يونيكوريوم الأربعاء بترحيب كردي مم بباركة لأنه الإقليم كردوسان جزء من العراق بس حتى وضح هذه النقطة صحيح صحيح يعني هو الإقليم كردوسان من خلال زيارة سيد رئيس مجلس الوزراء سيد مسؤولي بارزاني نعم وضح الموقف السائد في إقليم كردوسان وفعلا نحن نعتبر العقل استراتيجي لإقليم كردوسان البغداد نعم وفحة الفكرة دكتور ريبي وعي تضعفين يعني عكز على الطرفين نعم فقوة الإقليم كردوسان وقوة العراق أي تلاحم بين الإقليم والمركز أنت تؤكد ما قاله الأستاذ أمر سوف يؤدي إلى تقوية العراق نعم أنت تؤكد فعلا ما قاله الأستاذ أمر يضربون هذا التنسيق هما ليسوا عراقيين أكثر مني ومن حضرتك نعم ولا من ضيفك الكريم فهما الذين يعززون هذا النزاع بين مركز وبين إقليم كردوسان هما ليسوا عراقيين ولا يستطيعون أن يستثمروا فيها لأنه هذا يؤدي إلى إضعاف عراق برمتها وضحة الفكرة دكتور ريبي نعم يعززون التدخل الإقليمي والدولي في السيادة العراقية نعم عندما يعززون هذه النزاعات طيب أستاذ أمر اليوم مثل ما قال دكتور ريبي أنه هذه الحلول مرحلية اليوم رح نشهد أكو بعد خاصة زيارة السيد السوداني إلى واشنطن وقال بترحيب كرد ممكن نشوف حلول واقعية وأنني لا أعرف شنو الربط بين الترحيب الكردي وبين زيارة السيد السوداني إلى الولايات المتحدة على حل الخلافات بين الأقليم وبين الحكومة الاتحادية يعني ابتداء ما تفضل به الضيف الكريم هو دقيق جدا نعم الحلول الحالية هي حلول مرحلية طيب والكوميديا السوداء هو أن تكون هناك تدخل من قبل الولايات المتحدة لأجل حل مسألة داخلية ما بين الأقوان هذا هو الموضوع يعني يثير الجدل حقيقة يفترض أن يجلس الفرقاء فيما بينهم بدون حاجة إلى تدخل أي جهة من الجهات السياسية الخارجية هذا هو المنطق أما بما يتعلق بعلاقة المركز مع الأقليم هل سوف يكون في المستقبل القريب ربما هناك انتقال إلى واقع أفضل؟ أعتقد أنه الانتقال المرحلية الحالية سوف تؤسس إلى مرحلة جديدة من البدع السياسية إذا لم يكن هناك جذور معالجة لجذور المشاكل التي قد عصفت بالواقع السياسي ما بين بغداد وأربيل ترحيل المشاكل سوف يعقدها أكثر كلما زادت من عدم تطبيق الالتزامات من قبل المركز والإقليم تجاه بعضهم البعض سوف يزيد من الهوة الموجودة فيما بينهم شكرا جزيلا الكاتب السياسي عمر الناصر شكرا جزيلا على كل ما تفضلت بي أيضا الباحث والأكاديمية الدكتور ريبين سلام حياك الله كنت معي من أربيل شكرا جزيلا على كل ما تفضلت بي من هذه الإضاحات إذن مشاهدين ومتابعين من الأثنى الثاني رح نفتح وإياكم بتقرير للزميل شيبان سامي عن المباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة في بغداد على مدار اليوم تدخل الشاحنات محملة بأطنان من النفايات متجهة إلى الطمر دون الاستفادة منها أمالة بغداد وأخيرا تكشف الغطاء عن مشروع معالجة النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد تخصيص قطعتين أرض في جانبي الكرخ والرصافة والتي اعتبرتها من الملفات التي تعود بمردودات مالية وبئية الذهاب إلى توفير الطاقة أعتقد من أولويات السلطة التنفيذية والجهات المعنية وبالتالي يكون هناك تداول على مشاريع جديدة لتدوير النفايات والاستفادة منها لمجالات الطاقة وربما أيضا لتقنين التكلفة في هذا الملف أعتقد اليوم كثير من الدول التي سبقت في تطبيق هذا المشروع وبالتالي هناك تجارب عديدة درستها أمانة بغداد وبالتالي اليوم الضغط على أمانة بغداد لتوفير أفضل الخدمات وبالتالي كان هذا الاختيار لأمانة بغداد في بغداد يوميا يتم فرز ثلاثة آلاف طن من النفايات التي تطمر بطريقة غير صحية ما ينعكس سلبا على الواقع البيئي بعد تصدر العراق المرتبة الأولى عربيا بتلوث الهواء مراقبون أكدوا أن الشروع بهذا المشروع سوف يحقق قفزة نوعية في إدارة ملف النفايات المنتشرة في العاصمة طبعا هو خطوة حقيقة جديدة على البلد إضافة إلى أنه حسب ما سمعنا أنه ستكون شركات بالاستثمار النفايات التي منتشرة في كل أنحاء البلد صراحة وهذه خطوة نوعية وانتقالة جديدة في الحفاظ على الصحة العامة للمواطني وانتقالة جديدة بالاهتمام بعدما أصبح العراق بالمرتبة الأولى عربيا والسادس عالميا بنسبة تلوث الهواء فرص استثمارية جديدة لتحويل آلاف الأطمان من النفايات إلى طاقة كهربائية من بغداد شابانسامي الأيام الفضائية من أثناء الثانية سنتحدث مع استشاري الهيئة الوطنية للإستثمار للطاقة المتجددة الدكتورة ومنا صباح الجاذري حياتي الله دكتور أهلاً وسهلاً في حضرتك ورمضان مبارك إن شاء الله عليك الله يسنعك من فضل سهلاً لك دكتورة شكراً حتى تكون الكاميرا مضبطة على حضرتك شكراً جزيلاً دكتورة نبدأ بموضوع معالجة النفايات ثم توليد الطاقة الكهربائية أو الطاقة بصورة هام مشروع جديد وفريد ونوعي في العراق هل بالفعل بدأ تنفيذ هذا المشروع؟ لا لا أولاً أنا بالفداية أحب أن أشكر قناتكم الموقع حياتي الله ميال وجميع القائمين عليها على هذه الاستضافة ورمضان كريم عليكم وصيام مقبول إن شاء الله علينا وعليا إن شاء الله وأيضاً أحب أن أحيي المشاهدين لهذه القناة المباركة بالنسبة للمشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية مثل متعفون هذا المشروع يعتبر الأول في العراق نعم بداية المشروع طبعاً منذ سنوات كانت هناك العديد منها اللي جانت شكلت والعديد من الدراسات التي أخذت على عاتقها جدول اقتصادية لهذا المشروع لكن مكان لها خلينا نقول نتائج الحمد لله تمنت الهيئة الوطنية للاستثمار لماذا كانت أكون منها نتائج؟ يعني المشكلة بالتخصيصات المالية مشكلة بعدم دراسة جدول اقتصادية من معالجة النفايات كانت مثلاً تأخذ الأمور من جانب واحد مثلاً كانت مثلاً فترة بنت الموضوع وزارة البيئة فترة بنت الموضوع أمانة بغداد فترة بنت الموضوع وزارة الكهرباء لكن الهيئة الوطنية للاستثمار ومنذ الشهر الرابع للعام الماضي يعني أخذت علاءاتها بتوجيه ورعاية من دولة رئيس الوزراء بتبني هذا المشروع احتوت العديد من الدراسات وأيضاً الكثير من المقابلات واللقاءات بشأن الجدول الاقتصادية المشروع بشأن إمكانية إقامة المشروع اتمخذت هذه اللقاءات والحوارات والنقاشات أنه تشكل فريق وزاري برئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار وبعضوية كل من وزارة الكهرباء وأمانة بغداد ووزارة البيئة يعني الأعضاء المشمولين بالمشروع جلسوا على طاولة واحدة تم طرح كافة المحاور الخاصة بالمشروع والحمد لله الفريق الوزاري قام بدراسة كاملة منه كان صاحب الفكرة الرئيسية لمعالجة النفويات وتوليد الطاقة الكهربائية يعني إحنا ما نقول هو صاحب الفكرة الرئيسية الفكرة كانت موجودة منذ سنوات مثل ما قلت الحضارتج قبل كم سنة؟ لكن يعني تقريباً من عام 2016 يعني أكثر من جهة تبنت المشروع بس ما ظهر للنور يعني ما مكان إلى تنفيذ كل مرحلة في تلك المرحلة كان أكفد معوق معين الهيئة الوطنية للاستثمار جمعت كل الجهات المعنية جلسة وعلى طاولة واحدة كل جهة بينت محاورها وشنو الإجراءات المفروض تتخذ أيضاً دولة رئيس الوزراء بقرارات خصص الأرض إلى أمانة بغداد هذا يعتبر جزء يعني خلينا نقول مهم اللي هو في منطقة النهروان واللي يعتبر المرحلة الأولى لهذا المشروع وأيضاً هناك مرحلة ثانية في منطقة أبو غريب ونعمل إن شاء الله على إكمال الأوليات الخاصة بي حتى يمكنك المشروع كيف رح يبقى هذا المشروع دكتورة؟ إن شاء الله هسا راح أتبع لي تشي الأمور الشون بذلك المشروع بعدها الفريق اللي يتشكل برئاسة الهيئة الوطنية استثمار وجهات هذه الأربعة ومن المتخصصين في هذه الجهات وضعوا الدراسة كاملة وأيضاً متطلبات التأهيل المسبق اللي هو الـ RFI ومتطلبات الفنية والتجارية للمشروع الـ RFP نعلن عن المشروع في 28 تشرين الثاني 2023 أعطت الهيئة الوطنية لإستثمار مدة شهر واحد للإعلان عن تقديم على المشروع كان هناك إقبال طبعاً المتطلبات اللي وضعت للمشروع بالإعلان أنه أولاً الشركات تكون عالمية حصراً تعرفين شركات محلية ماكوا متخصصة في هذا الموضوع باعتبار تقنية عالية ومعتبدة عالمياً أيضاً كمية نيفايت هي 3000 طن لليوم الواحد في منطقة النهروان المعنى أنه المقدار الطاقة يعني قدرة أو الكميات النفايات في بغداد تصل من 9000 إلى 10,000 طن باليوم الواحد فخصص ما يقارب الثلث من الكمية عندي معلومة أكثر من 300,000 طن يتم من النفايات يتم طمرها بشكل غير صحي في بغداد هذا حسناً نتناول إن شاء الله بالجزء اللي جاي هذه 3000 طن خصصت لهذا المشروع اللي هو في منطقة النهروان اللي أصلاً هي منطقة الطمر وما نقدر نقول عليه صحي يعني أساساً يعني خلينا نقول كل مقاومات الطمر الصحي شبه معدومة به في الموقع أيضاً أنه حددنا التقنية الجيل الرابع سعوداً والتي هي أعلى تقنية حالياً لمعالجة النفايات بتقنية الحرق موجودة عالمياً موجودة في كثير من الدول الإقليمية ودول العالم ولي تترأسها وتتصدرها خلينا نقول اليابان وبعدها الدول الأوروبية السويد النمسا الدنيمار كيف اسم الشركة المسؤولة عن هذا المشروع؟ احنا محددنا الشركة احنا رضنا الفرصة الاستثمارية وتقدمت شركات الحمد لله وصل بعدها شفنا أقبال من الشركات العالمية جيد تمدد الإعلان عن المشروع شهر آخر انتهى في ثمانية قانون الثاني تقريباً وسط عدد الشركات المتقدمة للمشروع في حينها لشراء العرض الفرصة الاستثمارية اسباطع الشركة العالمية كم شركة الان هي المسؤولة عن هذا المشروع؟ ما نقول مسؤولة اللي قدمت حالياً خلينا نقول متطلبات التأهين المسبق اللي هي خلينا نقول تكون راغبة انه يعني يصير العطاء عليها هي 15 شركة استثمارية من الاسباطعش وهذا ايضاً فشي يعني مبهر للأمانة انه هناك اقبال من الشركات العالمية انه تعمل بالعراق بهذا الموضوع حالياً هناك لجان فتحوا تحليل اذا تعمل على العروض المتقدمة ان شاء الله يعني خلال يعني هذا المشروع بعد مبادئ حتى هذه اللحظة لا احنا ما نقدر نقول مبادئ هو مدام مصل الإعلان مبادئ على عرض الواقع على عرض الواقع كتنفيذ اكيد كتنفيذ ايه لا لا بعد ممور اكيد ان شاء الله يعني يعني خلينا نقول بالأشهر القادمة من يصير إحالة للمشروع يعني شركة استثمارية ان شاء الله يعني تبدأ مرحلة التنفيذ ان شاء الله اغلب الشركات العالمية اللي حضرت تتحدثين عنها ممكن تكون شركة عالمية رصينة لكن اكو تلكؤ بالمشروع اليوم احنا عندنا البيئة المناسبة لاحتواء الشركات العالمية وبالتالي تنفيذها هذه المشاريع لولا نعم العراق حالياً في ظل حكومة الخدمات وفي ظل الحكومة النهج اللي ده تنهج في موضوع الاعمار والبناء يعني والحمد لله كثير من المشاريع ده ترى النور ان شاء الله يعني هذا المشروع يعني ما حيكون بي يعني ان شاء الله هذا ما نطمح له نكون اي تلك يعني المتطلبات التأهين المسبق اللي وضعها الفريق الوزاري انه اولا الشركة لديها من الخبرة في هذا المجال لا يقل عن خمس سنوات لديها محطات عاملة سواء في مجال معالجة النفاية او في محطات الطاقة الكهربائية نفسها فاكو مؤشرات وضعت لهذا الموضوع ونقاط للمفاضلة بين شركة واخرى فان شاء الله بنصير راح الاحالة فهو موضوع مدروس نعم المواطن يسأل يعني عنده تساؤل شوى النفايات احنا نعالجها وتولدنا طاقة يعني بس ريش توضحين هذه للمواطن وبشكل بسيط تمام طبعا هو موضوع معالجة النفايات لانتاج الطاقة الكهربائية موضوع جدا قديم وبدأ بالدول الاوروبية نعم هو موضوع حرق للنفايات هذه الحرارة مات الحرق تستخدم لتسخين الماء يعني النفايات تحرق الزجاج والبلاستيك نعم 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 طبعا هاي التقنية تقنية الجيل الرابع حتى الجيل الثالث اللي سبقتها اولا هناك ما نقول فرز يعني فرز بمعنى الفرز وانما مو كل اللي يدخل يحرق يعني بالبداية اكو فرز اولي لمواد الزجاج مثلا هذه غير قابلة للاحتراق وغير مفيدة بالحرق هذه يتم عزلها طبعا موجب السيستم للتكنولوجيا هذه نعم ايضا المعادن وايضا اكو مواد خطيرة ومساطنة يتم فرزها في البداية قبل الحرق بعدها تتحول باقي المواد الى محرقة شنو اليحرق حتى يولد النظر اليحرق المواد العضوية الورق الكارتون البلاستيك هذه كلها تحرق بعد الحرق هناك رماد الحرق رماد الحرق هم باعادة تدوير ها يعني انت حضرتش قلتي هسا احرق البلاستيك وهذه المواد العضوية والورق شون قلتي شيء يتعلق بالماء يعني شون يسخن ماء حتى يستخدم هذه الحرارة يعني خلينا نقربها الى فالشيء مبسط هذه النار للحرق ايه اذا تحترق هذه المواد شايفين احنا من يعني خليها ابسطها بعد اكثر شايفين احنا من نكوم العفو مجموعة نفايات في او كمية نفايات وانذبع عليها فتكمية بسيطة من النفط وغيرها واشعلها تبدي النار صحيح هذه النار نفسه يعني نار الحرق ستستخدم لتسخين ماء يتحول الى بخار هذا البخار يدور توربينات تولد الطاقة الكهربائية هذا فتشيء مبسط جدا يعني لا واضحة واضحة للتكنولوجيا حضرت وقلت ممكن الاستفادة من الرماد نعم فهمنا طاقة الحرارية راح تحرك التوربينات ونحصل على كهرباء نعم الرماد جزء من نار تعرفين مو كل المعادن افرزت بالبداية اكو جزء جزء من المعادن صارت بالحرق فهذه كتل المعادن ايضا راح تفرز من هذا من الرماد وهذا الرماد ايضا ممكن اعادة تدويره لاستقدامه في معامل السمنت او صب الكونكريتي وغيرها فايضا يعني خلو نقول هي التقنية اللي يجي للرابع ان شاء الله هو بدون انبعاثات بدون مخلفات شيء جدا جميل زين الاكزاز والمعادن شون راح يتعامل تتعاملون وياها عندما تفرزوها على جين نعم هذي عادة تدوير معامل اي ايني معامل التصنيع الزجاج معامل تصنيع المعادن شكرا تكلفة لهذا المشروع دكتور يعني هو فتشيء اولي احنا خلينا بعد ما وضعنا خلي نقول المتطلبات والتقنية وايضا هم تعتمد على تقنيات الشركة ممكن تقدم تقنية او متطلبات اكثر داخل المشروع يعني مبدئيا فتشيء مقارب لخمسمية مليون دولار هذي سنويا لا كلفة المشروع كل كلفة المشروع اي زين ماذا قد يكلفكم سنويا او شهريا يعني شو نكلفنا هو استثمار ما راح يكفي دولة شركة راح تشتغل جيد يعني ما راح يكلف الدولة اي شيء ردت تسأل حضرتك هسا اليوم احنا عدنا طمر غير صحي وهذه النقطة قلتي لي بعدين راح تحدث بها بات اكثر من 300 الف طن هذا طمر غير صحي هذا شو انت يؤثر على البيئة مع العلم انه العراق ترى الرقم الواحد ملوت في الدول العربية صحيح طبعا يعني حاليا ما يقارب 40 الف طن سنويا من النفايات في العراق كمية النفايات مثل ما ذكرت الحضرت 10 الاف طن حاليا في بغداد يوميا موضوع الطمر هو ليس بطمر صحي هذه 10 الاف توزع على اماكن على مناطق لا لا هي مناطق مخصصة للطمر بس الامانة هي مو طمر صحي يعني من ترجعين الى المحددات للطمر الصحي هي مو موجودة بالمقاييس العالمية فهذه الملوثات اولا شنو فائدة هذا المشروع احنا ليش توجهنا لامعالجة النفايات بطريقة الحرق اولا عالميا كل التوجهات لهذه التقنية لأسباب اولا عندك الاراضي يعني يقارب اثنين دونم يوميا انت تستهلكين اراضي لاغراض الطمر فتخيلي بعد فترة معينة دونم يوميا طبعا اكو اشياء ما تتحلل مثل الفلاسك بل ضبط هذا يسببك الى تلف الاراضي وهذه الاراضي انت ممكن تستثمرها اقتصاديا زراعيا سكنيا هذه واحدة ثانيا المستحلب للأفوء النفايات دا يتغلغل داخل الارض دا يروح ليتلف لتش المياه الجوفية فهذه اللي هي خزين ستراتيجي هذه تحتاج ما يقارب العشرين سنة حتى انت تقدرين تعالجيها في حال بقاء هذه المستحلبات دا تتغلغل داخل هذه الماء دورة اذا الحسب اثنيا دونم يوميا يخسر العراق جراء الطمر الصحي لا استندر عالمي استندر عالمي لعجي قد خسرنا خلال السنوات الماضية فنحن نجي الى موضوع تلوث الهواء واللي هو ايضا اكبر مشكلة حاليا هذه الكميات من النفايات تسبب ليش انبعاثات هذه الانبعاثات تسبب الى اوبئة وامراض الدولة في حال لم تقم هكذا مشروع واللي احنا محددينه كفريق وزاري من وضع المتطلبات قال خمسة وعشرين سنة استثمار خلال الخمسة وعشرين سنة في حال عدم اقامة المشروع بقاء هذه الكميات من النفايات ايش قد راح تسبب ليش ابراض ايش قد تحتاجين مستشفيات هذه تكلفة على الدولة كادر طبي مواد طبية ومواد خلينا نقول معالجة فهذه كلها ترهق الدولة هذا كلها راح يختزلها هذا المشروع ويوفر ليش بيئة صحية مساحات خضراء يعني انت راح تختزين الاراضي بكل تأكيد ايضا دعم لاقتصاد البلد باعتبار راح انت تستثمرين هذه الاراضي سواء زراعية او صناعية او تجارية راح تنطون راح تنطون هذه المشاريع لشركات او مصانع لاعادة التدوير لو الان عملكم فقط على توليد الطاقة الكهربائية هو للامانة احنا ما كانت الغاية هي يعني حصريا انه لازم نحص الكهرباء الكهرباء ناتج اراضي ولو احنا يعني بالعراق احنا محتاجين هكذا محتاجينها جدا في ظل انه احنا عدنا يعني يعني ضعف او نقص في كمية الطاقة الكهربائية المتولدة خاصة في فصل الصيف نعم فرح يغطيني هذا الجزء منها اذا انت تقيمين اكثر من مشروع مثلا في بغداد وباقي المحافظات راح يغطيني جزء كبير من النقص في موضوع الطاقة الكهربائية كانت الغاية الاساسة من المشروع هو موضوع صحي بيئي انا اريد اتخلص من النفايات نعم باكبر قدر ممكن وفي نفس الوقت احافظ على بيئتي وعلى المواطن في بيئة صحية اقلل من كمية الامراض اللي ممكن والاوبئة اللي ممكن تتولد عندي في فترة اقل من دقيقة اقل من دقيقة دكتورة بصراحة اليوم اكو تخوف يقول لخاف هذه المعالجة سبب لي تلوث بعض بالهواء اكثر من العراق متلوث حاليا هل هذا التخوف موجود وش طب انين المواطن لا يعني على التقنية اللي احنا اختاريناها اللي احددناها حتى كل الشركات للامانة من سوينا لهم مؤتمر اشادوا انه انتوا بدأتم من حيث انتهى الاخرون احدث تقنية اللي هي بدون انبعاثات بدون ملوثات بدون رواح ان شاء الله شكرا جزيلا استشار الهيئة الوطنية للاستثمار للطاقة المتجددة الدكتورة مونة صباح الجاذري حياتي الله وبوركت جهودكم ان شاء الله ونسأل الله نكيب كل التوفيق باذنه تعالى شكرا جزيلا نحبكم وقناتكم الموقرة ومشاهدين الكرام شكرا حبيبتي دكتور وممنونة على هذه الاستراءات شكرا حبيبتي قبل نروح الموجزة نختم حلقتنا خلونا نشوف ابرز الاراء على منصة اكس حول استقبال محافظ كربلاء المقدسة للمدعو ابو شاهين الذي اثار تحفظ العديد من المدونين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى حتام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبار اليوم موسيقى وزير الداخلية يوجه ببناء قواطع على الخطوط الدولية والسريعة للحد من الحوادث موسيقى صندوق استرداد اموال العراق يعلن استرداد نحو مليوني دولار من حساب شركة السكك الحديدية وزارة المالية تنفي إيقاف تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بمحافظة البصرة وباق المحافظات جهاز الأمن الوطني يعلن تفتيك شبكة ابتزاز في محافظة نينوى يقودها إرهابي خارج العراق وأخيراً أنزها تعلن صدور قلار حكم حضوري بالحبس لمدة أربع سنوات على ضابط كبير في جهاز الأمن الوطني الحصاد انتهى شكراً على كلام المتابعة وتصبحون على اشتركوا في القناة